وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعضاء المجموعة الوزرية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروب بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما في ذلك حزم التسهيلات الضربية والاستثمارية المجسرة جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع المجموعة الوزرية الاقتصادية حيث تمت منقشة عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي تناول الاجتماع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادية الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي وأيضا آخر تطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي